مجلس الوزراء يستعرض قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية وإشادات دولية بمؤشراته واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان وصين تدعوها للتراجع أو المواجهة جدل أوروبي حول إعلان موسكو إغلاق خط نوردستريم واحد إلى أجل غير مسمى وترحيب أمريكي بقرار تحديد صقف لأسعار النفط الروسي الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جلانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قوة الاقتصاد المصري خلال الثماني سنوات الماضية وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم وأشار المركز في تقرير تضمن مجموعة من العروض المعلوماتية إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما بواقع 6.6% في عام 2021-2022 مقارنة بـ 2.9% عام 2013-2014 فضلا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من ثلاثة أضعاف واستمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة من عكس على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري سعت مصر على مدار الفترة الماضية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقاومات تنافسية ومرنة تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة الدولة المصرية وفي إطار نهجها الاقتصادي التنموي تبنت خططا تنموية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخليا وخارجيا وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة التي أضرت بمختلف اقتصادات العالم فخلال السنوات الثماني الماضية أثبت الاقتصاد المصري قوة ومرونة في مواجهة الأزمات وهو ما يؤكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي أشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث يفوق معدل نمو الاقتصادي معدل نمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022 ليحقق 6.6% في عام 2021 و2022 مقارنة بـ 2.9% عام 2013-2014 يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من ثلاثة أضعاف كما تواصل مصر تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاما مسجلا 7.2% في الربع الثاني عام 2022 هذا إلى جانب احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري وتعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات بما ساهم في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً انعكست على نظرة المؤسسات الدولية لاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث أشهدت مؤسسات ستاندرد أند بورز ومودز وفيتش والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجي بي مورغان وبنك التنمية الإفريقي بتجاوز الاقتصاد المصري فترات صعبة منذ عام 2013 وتحقيق معدلات إيابية خلال السنوات الأخيرة ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفياً الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق دكتور عمر بعد التحية كيف قرأت استعراض مجلس الوزراء لهذا التقرير الذي يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية الاقتصاد المصري يحقق 14% معدل نمو يعني أكبر معدل نمو منذ 14 عاماً أعلى معدل نمو حتى الآن كيف تقرأ ذلك؟ صحيح هي مواجهة تنمو موينة جداً وجيدة متميزة على المستوى العالمي لكن خليني قبل ما تكلمناك عن مواجهة تنمو نحن نتكلم وده مهم على الناهج وعلى المدرسة وعلى الرؤية الاقتصادية نحن الحقيقة المدرسة الاقتصادية في الفترة الأخيرة والناهج الاقتصادي يمكن توجهات سيد رئيس أفتاح السيحي في 2015 لما تدرينا برنامج إصلاح الاقتصادي ضعب جداً مؤسسات الدولية نرجع بالزاكرة الوراء لا البنك الدولي ولا صندوق النادي الدولي كان متوقع أن مصر تنجح في الإصلاحات الهيكلية لكن سيد رئيس أصر على أن الإصلاحات دي يتم برنامج الإصلاحة الاقتصادي يتم وبشقين شق اقتماعي وشق اقتصادي وده للصندوق ما كانش متوقع أن نحن نمشي فيه نحن نمشي على الجناحين الجناح الاقتصادي والجناح الاجتماعي مصادر رئيس أصر على أن يكون فيه جانب اجتماعي علشان يواجه هذه الأزمات احنا نوعنا في مصادر النمو الاقتصادي أخذنا في اعتبار أن احنا عندنا إضارة مخاطئة وإزامات من ساعة مبادئنا الإصلاح الاقتصادي سياساتنا الاقتصادية كانت إجراءات وقائية كان عندنا إجراءات استباقية بشكل كبير وحطنا آليات لتنفيذ السياسات لم تكن فقط سياسات أو إجراءات لكن كانت هناك آليات واضحة تشاركية مع الجاز المصرفي ومع المصدرين وكافة الجهات الاقتصادية في الدولة علشان نقدر أن نوصل لمعدلة النمو ومش بس كده طبعا نحنعرفين أننا كنا من 18 دولة على مستوى العالم الحقيقة نزل نمو فظف أو جابي موجب بعد أزمة كورونا احنا الاقتصاد المصري بعد ما سقط بعد الثورة لـ 1.8% 1.8% والرقام دي مهم أنه يطلع إلى العام الحالي لـ 5 أو 9 من 10 أو 6% وتوقعات أنه يطلع إلى 6% بعد ما كان انخفض إلى 4 أو 4 من 10 أو 3 أو 6 من 10 فإننا الدولة الوحيدة دولة الوحيدة دولة الوحيدة دولة الوحيدة من بين الدول المستوردة للنفط لحقيقة نمو إيجابي دولة الوحيدة ده حتى دكتور عمري في ظل أزمات كما ذكرت أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية كيف يعكس ذلك نظرة المؤسسات الدولية الاقتصادية للاقتصاد المصري نجد إشادات متتالية من مؤسسات مالية واقتصادية معروفة عالميا تشيد بالاقتصاد المصري إنعكاس ذلك على رؤية المستثمرين للسوق المصري الفترة المقبلة شوف التأرير بتاع ستانر رمفور وفتش ولا أتكلم من التأرير يعني أحنا هارة كلام التأرير ليس كلام عمر الصالح ولا كلام حكومي ولا مؤشرات حكومية لكن التأرير الدولي بيقولك إن مصر كانت من ضمن الاقتصاديات الأكبر والأسرع في عملية النمو في المنطقة وده كلام مؤسسات دولية ولما المؤسسات دولية زي فتش على سبيل المثال كلام ده في إبريل اللي فات منذ عدد من الأشهر لما تثبت التصنيف الايتماني المصري عن بي بلس مع نظر مستقبلية مستقرة ده للمرة الرابعة على التوالي خلال أزمة كورونا بعد أزمة كورونا ولطبعا شهادة ثقة في الاقتصاد المصري لغم أزمتين عصفوا بمش بدول نتكلم على مجموعات اقتصادية كبرى صناعية زي أوروبا شايفين ما يحدث في أوروبا شايفين ما يحدث في الولايات المتحدة شايفين ما يحدث في دول نامية زي باكستان أو بانجلاديش لكن احنا يبقى عندنا قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ونقدر نحن نحافظ على وده نقطة مهمة جيدة على السبات الانتاج والقدرة الانتاجية وزيادة الصدرات رغم الاضطراب العالمي في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن والنقل على مستوى العالم ذات الأسعاد العالمية في السلع الاستراتيجية والنقل والنفط طبعا دي كلها يعني كانت ضربات ممكن وعصفت بكثير من الدول لكن لأننا كان عندنا نظرة استباقية وقدرة على إدارة الأزمة صحيح قدرنا نحن نحن تقليل بلا كمان نسجل معدل نمو مرتبط في ظل هذه الأزمات دكتور عمر المتتالية أيضا هذا التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أشار إلى تحسن معدلات البطالة بشكل كبير هناك الخفاض في مستويات أو معدلات البطالة كيف تقرأ ذلك أي وما أنت لما يكون عندك معدلات نمو إيجابية ومعدلات نمو عالية مش بتتكلم على 1 في المية 2 في المية لكن لما نتكلم على 5 في المية و 6 في المية يبقى أنت النهاردة بتعمل المشروعات القومية اللي تم دي مش مشروعات رفاهية ده لم يكن اقتصاد رفاهية بتوفر فرص عمل تشغيل اقتصاد تشغيل بتعمل سياسات اقتصادية ومالية متوازنة متوازنة تحفظ بيها على الفائد الأولي في الموازنة العامة تخلى بيها فرص عمل وتحقق وفراص في المصرفات تخلى بيها فرصة عمل وتخفض العجز في الموازنة اللي وصل لـ 6 و 2 من 10 في المية وتنزل معدل الدين لقال من 90 في المية ده أحد المواشرات اللي خلتك عندك بتشغل على جناحين إنك أنت بتصرف من الموازنة العامة عشان تخلى مشروعات علشان تخلى قرة عمل لكن في نفس الوقت قادر أن أنت تتحكم فيه عجز الموازنة وده نقطة يعني مهمة وحساسة جدا والدليل على كده ما كانش فيه خطورة طبعا الدوال يعني بنسلع كثير من الدوال النهاردة تقول لك حجم الدين والاستدامة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية ما كانش النهاردة لا فيتش ولا ستاندر نبور بيتك بي 2 بلس صحي ومستقر في الموازنة أو الاستدامة للمؤشرات الاقتصادية صحي وبعدين تشتغل على تحبيث تلبيث الحاجات التنموية بتاعة المواطنين وتعزز أوج الانفاق على الصحة والتعليم والمظلة الحماية الاجتماعية وتحسن بيئة الأعمال وتزور استمارات القطاع الخاص طيد الرئيس كان بيتكلم على توجيه استمارات القطاع الخاص في الاستمارات الحكومية يعني الدولة الناس عايزة والحكومة عايزة الخطاع الخاص يدخل يبعندنا قدرة تنفسية للمنتجات المصرية وبعدين وصلنا في استدرات لـ 31-32 مليار كان هي مؤشرات على كافة الأصعاد على كافة الأصعاد الاقتصادية مؤشرات متفائلة وبتعكس أيضا حجم التقدير للمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري في هذه الفترة أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتحليل الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس حيث طلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022 وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة وتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ حوالي سبعة مليارات دولار وأعلى معدل عبور للسفن وأعلى حمول صافية بلغت قرابة واحد فاصل اثنين وثلاثين مليار طن فضلا عن النجاح ذات الطاقة الاستعابية والحمولة الضخمة كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة وذلك في إطار الجهود المنتظمة في رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها بالإضافة لتدعيمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور اليخوت نظرا لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط خاصة خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمات انتظار اليقوت وتخزينها لفترة طويلة وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضا لجهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد حيث وجه سيادة الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب الصيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها وذلك كبديل للقوارب الخشبية البديلة المستخدمة حاليا على أن تكون مزودة بآليات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك وذلك دعما للصيادين ولقدراتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 472 قضية مونية بمضبطات بلغت قرابة 112 طنا من المواد الغذائية والغير غذائية وضبطت أجهزة الوزارة أكثر من 18 طنا في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط قرابة 89 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفيما يتعلق بمجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 138 قضية خبز نقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة هيرات غرب أفغانستان والذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء ما بين قتلى وجرحة وفي بيان لوزارة الخارجية تقدمت مصر بخالص التعازي لكافة ذوي الضحايا والتمنيات بشفاء العاجل للمصابين مجددة التأكيد على استنكارها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب يجري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كاري زيارة لمصر في السابع من سبتمبر الجاري وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ سيتوجه إلى القاهرة لمواصلة المناقشات الجارية حول تسريع التعاون المناخي العالمي قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قاب 27 في شرم الشيخ يستضيف مجلس النواب أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والذي يعقد خلال الفترة من الرابع وحتى الخامس من سبتمبر الجاري بمقر مجلس النواب ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المثلة لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر تتناول موضوع اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية هذا وقد أكد البرلمان العربية ضرورة العمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين في الدول العربية خاصة بعد موجات جائحة كورونا التي اكتاحت كافة الدول فضلا عن ضرورة الاهتمام بالإرشادات الصحية والسلوكية وذلك لخلق جيل واع وقادر على الحفاظ على صحته جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العربي الذي يوافق الرابع من سبتمبر من كل عام وفي هذا الإطار أشاد البرلمان العربي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدان العربية ووزارات الصحة لمنع تفشي وباء كورونا والعمل على توفير اللقاحات اللازمة لمواطنيها مشددا على أهمية دعم وتعزيز التعاون العربي في المجال الصحي ومكافحة الأوبئة خاصة في الدول النامية رحب المجلس الرئاسي بتعين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا خلفا لسلوفاكي يانكو بيش وفي بيان له أشد المجلس الرئاسي بالخبرة التي يتمتع بها الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي مثنيا على الجهود التي بذلتها أو الذي بذلها أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وأكد المجلس على الدور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول سلمية من خلال بعثتها إلى ليبيا وذلك للذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت معربا عن أمله في أن يسهم باتيلي بخبرته الواسعة في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي كما أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا عن دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي وأعربت السفارة الأمريكية عن ترحيبها باختيار الدبلوماسي السنغالي مؤكدة على دعمها لجهود المبعوث الجديد للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان خلفا للرئيس الحليم شلعون والذي تنتهي ولايته في 31 من شهر أكتوبر المقبل ويأتي ذلك في ظل عدم اتفاق بين القوى السياسية في لبنان حول تقديم مرشح توافقي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بالتزامن مع خلافات أخرى تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتأليفها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيم ميقاطي منذ 23 من شهر يونيو الماضي أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل إرهابي في محافظة كاركوك على أيدي القوات الأمنية وأوضحت الداخلية العراقية في بيان لها أن العملية تمت في منطقة غيدة بقضاء دقوق بالمحافظة وذلك بالاشتراك مع عناصر من الاستخبارات التابعة للوزارة مشيرة إلى مقتل الإرهابي أثناء محاولته إطلاق النار باتجاه العناصر الأمنية أفادت مصادر ميدانية يمنية بشن قوات الحوثي هجوما واسعا بالأسلحة الثقيلة على مواقع الجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن وأضافت المصادر أن قوات الحوثي استهدفت بقبائف المدفعية الثقيلة كلا من وادي حذران والصياح ومحيط جبل الهان غربي محافظة تعز لافتة إلى مواجهات أخرى في مناطق الربيع والسنين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها مليارا ومليون دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفعاتها وسط تصاعد للتوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها تأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة بعد شهر من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في خطوة أثارت غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول تلك الجزيرة في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان بحسب وزارة الخارجية فإن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه الصفقة مع تايبيه وهي تشمل 60 صاروخا من تراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية بنحو 355 مليون دولار ومائة صاروخ قصير المدى من تراز سايد ويندر وهو قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيارة إلى جانب عقد الصيانة للنظام الرادارات التيواني بقيمة 665 مليون وبعد الإعلان عن الصفقة خرجت الصين لتصدر تصريحا على لسان متحدث باسم صفارتها في واشنطن داعية الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري لتلك الصفقة أو مواجهة إجراءات مضادة المسؤول الصيني أكد أن مبيعات الأسلحة إلى تايوان ستؤثر بشكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان في المقابل أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونجرس وهو أمر شبه مؤكد إذ أن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في الصفوف المسؤولين المنتخبين من كل الحزبين الجمهوري والديموقراطي قالت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرتين مقاتلتين الصينيتين عبرتا خط الوسط لمضيق تايوان والذي يعد حاجزا غير رسمي يفصل بين الجانبين وأضافت الدفاع التايواني أنها رصدت مجموعة تتكون من أربع طائرات وخمس سفن صينية تنشط حول تايوان وذلك فيما تجري الصين تدريبات بالقرب من الجزيرة أكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها لكن الاتحاد في الوقت نفسه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك تصريحات أتت غدا تأعلان شركة جازبروم الروسية إغلاق خط نوردستريم واحد الذي ينقل الغاز لأوروبا إلى أجل غير مسمى خلق الأزمات مصطلح جديد تشهده الأزمة الأوكرانية بأطرافها المتعددة فكما وجدت أوروبا في العقوبات الاقتصادية على موسكو السبيل الأمثل لمواجهة عملياتها العسكرية على أوكرانيا وجدت موسكو أن سياسة المنع هي السبيل الأمثل لإجبار الأطراف الأوروبية على التراجع خاصة في ملف تصدير الغاز الذي يعد العنصر الأهم للاقتصاد الأوروبي خاصة مع اكتراب بفصل الشتاء آخر حلقات التصعيد بين المعسكر الروسي والأوروبي جاء بإعلان شركة جازبروم الروسية إغلاق خط نوردستريم واحد الذي ينقل الغاز لأوروبا إلى أجل غير مسمى مشيرة إلى أن التوقف جاء بسبب وجود أعطال في التوربين الرئيسي على امتداد خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي من غرب روسيا إلى ألمانيا خطوات خلق الأزمات بدأتها أوروبا واستمرت موسكو في التعامل بها حيث أعلنت وقف إمدادات الغاز إلى القارة العجوز بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي مساعيه لتحديد صقف لسعر الغاز الروسي في محاولة منه لمنع الرغبة الروسية في تحقيق مكاسب اقتصادية تكون تعويضا للخسائر التي تكبدها الاتصاد الروسي جراء العقوبات الأوروبية ورغم إعلان عدد كبير من الدول الأوروبية تحقيق احتياطيات كبيرة من الغاز وصلت في المتوسط إلى نحو 80% إلا أن دول أوروبا أصبحت تبحث مع مورد جديد للغاز والتوسع في استخدام المفاعلات النووية من أجل توليد الطاقة حيث أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية أن عملاق القهرباء الفرنسي EDF سيستأنف العمل في جميع مفاعلاته النووية بحلول الشتاء لمساعدة الدولة خلال أزمة الطاقة واسعة النطاق والتي تفاقمت جراء الأزمة الأوكرانية وتحمل روسيا العقوبات الغربية المسئولية وراء انقطاع امدادات الغاز فيما وجهت الدول الأوروبية أصابع الاتهام مرة أخرى إلى موسكو متهمة إياها باستغلال أزمة الطاقة كسلاح في حرب العقوبات الطاحنة بين الجانبين على خلفية الأزمة الأوكرانية مستبعدة أن تعيد موسكو ضخ الغاز عبر نورج السريم وان مرة أخرى لتحقيق المزيد من الضغط على دول القارة العجوز اشتركوا في القناة اشد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وأشار بلينكين إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو حرمان روسيا من الإرادات لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا مع خفض أسعار الطاقة العالمية مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا موسيقى موسيقى قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي إنه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن زيارة بعثة الوكالة إلى محطة زابروجيا الطاقة النووية الثلاثاء المقبلة وأضاف جروسي خلال مؤتمر صحفي بمطار فيينا بعد عودته من أوكرانيا أن الوكالة تحاول تقديم تقييم متعمق للوضع في محطة زابروجيا مؤكدا أنه سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء يلخص فيه الاستنتاجات وما يدور في المحطة كما لفت إلى وجود وضع فريد وغير مسبوق هناك والمحطة التي يسيطر عليها القوات الروسية أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سخوي 25 في منطقة خرسون يأتي ذلك فيما اتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ محاولات إنزال على محطة زابروجيا النووية رغم وجود بعثة الوكالات الدولية للطاقة الذرية من جانبها أعلنت الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابروجيا وتعرض المحطة النووية لقصف من قبل القوات الأوكرانية باستخدام المدفعية الثقيلة وأضافت سلطات زابروجيا أن قذيفة سقطت بين المفاعلين الثاني والثالث بينما سقطت ثلاث قذائف أخرى على بعد 400 متر شرقي محطة زابروجيا مؤكدة أن القصف أدى إلى قطع خط الكهرباء عن المحطة كما أشارت إلى أن المحطة النووية تعمل حاليا على المولدات الاحتياجية أعلنت سلطات في منطقة دونسك مقتل خمسة مدنيين جراء قصف أوكراني استهدف عدة نقاط بالمنطقة وأوضحت السلطات أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف مدن وبلدات في المنطقة مشيرة إلى مقتل نحو 880 مدنيا وإصابة أكثر من 2900 آخرين جراء القصف الأوكراني منذ بداية العام الجاري أعربت روسيا عن قلقها لعدم منح أي تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تمكن وفدها من حضور اجتماعات للجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الجاري وفي رسالة وجهتها روسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنيزيا إن الممثلين الروس البالغ عددهم حوالي 56 لم يتلقوا أي تأشيرة دخول الولايات المتحدة قبل أسبوع من الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة مؤكدا أن الأمر نفسه ينطبق على الصحفيين أعلنت الأمم المتحدة أن مركز تنصيق المشترك المعني بالإشراف على تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج قد منح الإذن بمغادرة ثماني سفن تجارية من موانئ أوكرانيا إحداها تحمل 31 ألفا و 400 طن متري من القمح ومن المتوقع أن تتحرك سفينتان أخريان كان قد تأخر موعد مغادرتهم اليوم لتتحرك في الأيام المقبلة وأضافت الأمم المتحدة في بيان أن إجمالي حمولات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية الثلاث المتفق عليها في المبادرة بلغ حتى أمس نحو مليون و 766 ألفا و 531 طن متريا وذلك من خلال 160 رحلة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في الوقت نفسه تدرس الإدارة الأمريكية خطوات تقييد استثمارات الولايات المتحدة بشركات التكنولوجيا الصينية في ظل توتر متزايد بين واشنطن وبيكين في ظل توتر متزايد بين واشنطن وبيكين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوات اقتصادية لتقييد استثمارات الولايات المتحدة بشركات التكنولوجيا الصينية وتأتي قيود لاستثمار المرتقبة في إطار أمر تنفيذي يوقعه بايدن خلال الأشهر المقبلة مع عزم وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود إضافية على الرقائق المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعية وفي الوقت نفسه يجري البيت الأبيض مناقشات مع الكونجرس بشأن مشروع قانون يلزم الشركات الأمريكية بالكشف مسبقا عن استثمارات محتملة في بعض الصناعات الصينية ويندرج الأمر التنفيذي ضمن استراتيجية أوسع حيث إن الولايات المتحدة أوقفت مؤخرا مبيعات أشباه المواصلات إلى الصين وروسيا الشركات الأمريكية تخضع لتطقيق حكومي متزايد بشأن السلعة التي تبيعها للصين التي تمثل أبرز مشار للرقائق في العالم نتيجة مصانعها للإلكترونيات ومستهلكيها وفي الشهر الماضي وقع بايدن قانونا لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين يقصص نحو 52 مليار دولار لدعم البحث والتطوير محليا لأشباه المواصلات الخطوات الأمريكية الأخيرة تجاه الصين تشير إلى أن إدارة بايدن مستمرة في اتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه بكين من أجل حظر أصول الصين إلى قطاعات كاملة من التكنولوجيا كرر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هايبك دعوته إلى ترشيد استهلاك الطاقة بسبب قطع روسيا إمدادات الغاز إلى ألمانيا وأوضح الوزير أن ألمانيا تعمل على توفير مخزونات كافية من الغاز وتوسيع الطاقة من مصادر أخرى أضاف الوزير الألماني أن الحكومة تهدف إلى خطب استهلاك الغاز بنسبة 20% حذرت أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان نيبون ستيل عملاق التصنيع في البلاد من تطبيق زيادات سعرية إضافية هذا العام وقال نائب الرئيس التنفيذي لنيبون ستيل تكاهيرو موري قال إن الشركة تطبق زيادات على أسعارها التعاقدية من خلال التفاوض مع العملاء المحليين في النصف الثاني من العام المالي حتى نهاية شهر مارس مشيرا إلى أن الشركة ستمرر الزيادة في التكاليف إلى العملاء بما في ذلك زيادة أسعار الحديد الخام وفحم الكوك التي تفاقمت بسبب الانخفاض التاريخية في قيمة اليين اليابانية قال المناصق العام للحوار الوطني يضياء رشوان إن الحوار الوطني يشمل كل قوى وأطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية وأشار رشوان إلى مشاركة كل الأحزاب الشرعية والرسمية في مصر بالحوار الوطني مضيفا أن كل التحالفات ذات الصفة الحزبية سواء المؤيدة أو المعارضة تشارك بقوة في الحوار الوطني وموضحا أن قطار الحوار الوطني في كل محطة تلتحق به أطياف مصرية جديدة لافتا إلى أن الحوار الوطني ليس مجرد منصة لإطلاق التصريحات وتبادل المديح أو النقد بل هو حوار موضوعي وجاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في إطار الحرس على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب المدرسية في مكان واحد شامل وجامع تتواصل فعليات معرض أهل المدارس لتقديم خدماتها للمواطنين وتأتي تحت شعار افرح وفرح ولادك وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض أهل المدارس مرسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم إليك جرمين نعم بعد التحية بالفعل كما ذكرت نتواجد داخل معرض أهل المدارس والذي يقام بمقر أرض المعارض بمدينة نصر يستمر هذا المعرض حتى العاشر من سبتمبر الجاري ويستقبل المواطنين يوميا من الساعة العاشرة الحديثة عشر صباحا حتى الساعة العاشرة مساءا الملفت للنظر في المعرض هذا العام هو سيطرت المنتج المصنوع بأيدي مصرية على معظم المنتجات المتواجدة هنا بشكل كبير فبنجد لفتات موزعة في أنحاء المعرض تحت شعار صنع في مصر بأيدي مصرية يقام المعرض هذا العام بمشاركة ما يقارب من 200 عارض يشاركون في عرض عدد متنوع وكبير من المستلزمات والأدوات المدرسية والذي المدرسي وأيضا هناك وجود للمواد الغذائية كل هذا بأسعار مخفضة وبجودة عالية الجديد في المعرض هذا العام هو أيضا وجود جناح خاص بعرض الأدوات الإلكترونية وأيضا الأجهزة الإلكترونية ووجود عدد من العروض لشركات الإنترنت بأسعار مخفضة يعني هو معرض يتواجد التخفيف بالطبع على المواطنين وعلى زيادة الأسعار فهناك تخفضات كبيرة بتتواجد بشكل كبير تستطيع أن تواجه أي زيادة في الأسعار بتتواجد في أماكن أخرى خارج هذا المعرض أيضا هناك اتخاذ لكافة الإجراءات الاحترازية وأيضا زيادة لعدد المداخل وتباعد الممرات لمنع أي تكدس بنشير أيضا أن المعرض يتواجد في مكان استراتيجي فهو يتواجد في مدينة نصر بالقرب من معظم وسائل المواصلات وأيضا على بعض خطوات من محطة متر وأرض المعرض الدخول هو بشكل مجاني لكل الزائرين باستثناء يعني من يستحب معه سيارة فبيقوم بدفع رسوم 20 جنيه للدخول لكن يعني من يأتي بدون سيارة بيدخل بشكل مجاني تماما يستطيع أن يتجول في أنحاء المعرض ومشاهدة كل المعرضات التي تتواجد وتعرض بأسعار مخفضة وبجودة عالية بنعود إليكم مرة أخرى في الاستوديوم شكرا لك مرسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم كنت معنا من أرض المعارض أعلن سكرتير عام الغرفة التجارية بضميات المشرف على معارض أهل المدارس سامير شطة أعلن افتتاح ثلاثة معارض جديدة في ضميات الجديدة وضميات القديمة وفرسكور وذلك بالمشاركة مع مدرية التموين ومبادرة كلنا واحد وأكد شطة أن التخفيضات المقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض وفروق الأسعار المطروحة للمواطنين أقل من السوق المحلي بكثير وتصل نسبتها ما بين 25% إلى 40% المعرض اجتمالاته كلها كل ما يلزم الأسرة من زي مدرسي شنط أحزية جميع ما يلزم الطالب موجود في المعرض عندنا أقل الأسعار عندنا 45 عارض العارضين شركات ومكاتب جملة والتجار الكبار كلهم عارضين عندنا في المعرض وبالأسعار ما شاء الله كل الناس فيه إقبال ما شاء الله قويس جدا نحن نبيع من جملة من أول قطعة يعني اللي بيشتري قطعة زي اللي بيشتري من الكرتون فبنخفف كتير على المواطن أنه يقدر يأخذ منتج بسعر كويس أسعار كلها في متنول الجميع أسعار كويسة خمات كويسة الأسعار كويسة في متنول كل الأسرة المصرية المتوسطة والبسيطة كمان جهود مشكورة بنشكر القائمين على المعارض الزي دي تواصل الدولة نهجا استراتيجيا في قطاع الزراعة من خلال الاهتمام بزراعة مختلف المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فتورة الاستيراد وصولا إلى التصدير في مرحلة لاحقة ومن بين المحاصيل الهامة التي تسعى الدولة للاهتمام بها محصول القطن الذي يشهد رواجا في زراعته بمحافظة القليوبية انطلاقا من أهمية القطن كواحد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومي شهدت محافظة القليوبية زيادة المساحات المنزرعة بالقطن في هذا العام عن السنوات الماضية كما شهدت المحافظة لأول مرة استحداث تجربة زراعته بالشتلات عقب زراعة محصول القمح نظرا للتغيرات المناخية ولتوفير الأرض في هذه الفترة لزراعة محصول آخر زراعة اللوتن بالشتلات أولا أنا باستفاد منه استفادة عالية جدا من جميع النواحي أول حاجة أنه هو أنه أنا بزرع محصولين استراتيجي في السنة أنه أنا بزرعه بعد الأمح في شهر 5 وهو بيبقى مزروع أنا بزرعه بالبزرة بياخد هو 5 كيلو بزرة بس بيوفر بزرة بيننا 30 كيلو أنا بزرعهم بالجورة لا أنا بزرع 5 كيلو بزرة بس في الصوبة بزرعهم من شهر 3 حتى شهر 5 بعد ما بخلص حصاد الأمح بحرة الأرض عادي وجهزها للزراعة وبجيب اللي هي بيبقى في حوالي في مزروع في صواني الفل وبجيب وبزرعه محقق إنتاجيها الحمد لله بالنسبة لي كانمو عالي جدا تأتي زراعة القطن بالشتلات في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة ووضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة استغلال الأراضي والمياه حيث تساعد عمليات زراعة القطن بهذه الطريقة في التغلب على مشكلة مواعيد الزراعة ومواجهة الأمراض الفطرية التي تصيب القطن في المراحل الأولى للنمو حال زراعته بالبذرة اللي شهر الزراعة بيقف مع المزارع بيوفر له التقاوي الموصلة بها من كبير وزارة الزراعة البذرة اللي هي جهزة 97 دي حسب السياسة الصنفية اللي حديدها الوزارة وبعد كده بنوصل بنعمل الندوات والمدارسة الحقلية بنوصل المزارع اللي هو يحرط الأرض لخدمة الأرض لإعداد الأرض قبل الزراعة بيحرط الأرض حاتسين متعامدتين لتشميس الأرض وتفسيح الطربة ثم التخطيط قطاع الإرشاد بمدرية الزراعة بمحافظة القليوبية بدوره قام بالتوعية بزراعة محصول القطن وتمت زراعة حوالي 107 أفدنة و20 قيرات على مستوى المحافظة تحط الشتلة عزقناها في الأول ورجعنا رواناها بعدها بشهر فهو صغير بيحتش ورجعنا بعدها خفناه وحطنا كما هو نطرات وروين بعد كده بنعطاش تاني 20 يوم 25 يوم تيرو دلوقتي بنسيه كل 15 يوم كل ما بيحفى بيقعوز المياه أكثر التنصيق بين مدرية الزراعة بالقليوبية والإدارات الزراعية للنهوض بمحصول القطن تضمن تنفيذ ندوات عما إرشادية للمزارعين على مستوى المحافظة لاستعراض جميع المعلومات الفنية والزراعية عن زراعة القطن بدءا من تجهيز الأرض وصولا إلى جني المحصول بالإضافة إلى المرور الميدانية على الحقول ومتابعة المحصول لحظة بلحظة تحل اليوم ذكرى وفاة الكابتن محمود الجهري الملقب بجنرال الكرة المصرية يعد الجهري واحدا من أهم المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية حيث قاد المنتخب الوطني في الكثير من النجاحات ترجمة نانسي قنقر رحم الله جنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجهري إلى هنا تنتهي نشرة الثالثة بقيا نذكر حضراتكم بأبرز عنوينها مجلس الوزراء يستعرض قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية وإشادات دولية بمؤشراته واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان والصين تدعوها للتراجع أو المواجهة جدل أوروبي حول إعلان موسكو إغلاق خط نورد ستريم واحد إلى أجل غير مسمى وترحيب أمريكي بقرار تحديد صقف لأسعار النفط الروسي انتهت نشرة الثالثة من التليفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين اشتركوا في القناة